ما يجري الآن في ميسان يعني يعد فتنة بكل ما تعنيه الكلمة تهدف إلى الاقتتال بين المكون الواحد وهو مكون أصيل مكون الشيعي وبسبب الصراعات كما قيل الصراعات السياسية وهو ما يدفع في نهاية الثمن المواطن أليس كذلك ما يحصل في محافظة ميسان هو أزمة أمنية تم السيطرة عليها الآن بإجراءات من قبل القادة العام للقوات المسلحة محافظة ميسان التي كانت مستقرة قبل حوادث الاغتيالات وقبل تحديات ومواجهة تجار المخدرات وكذلك بالمقابل ما حصل في استشهاد القاضي البطل أحمد ورحمة الله عليه وكذلك بالمقابل الاغتيالات التي طالت رموز اجتماعية مهمة في محافظة ميسان إن كانوا ضباط أو وجاهات عشارية أو رموز اجتماعية أخرى أو كذلك مواطنين اعتيادين وهذا الآن ما تعمل عليه القوات الأمنية المحلية لابد أن تصل إلى الجنات من خلال التحقيق الجنائي من خلال المعلومات الاستخبارية ومن خلال كذلك بالمقابل الأوامر القضائية التي تنفذ من خلال القوات الأمنية المنتشرة الآن في ميسان يبدو أنها الآن الأخبار تقول أنها وصلت إلى بعض الجنات وتم القاء القبض لغاية الآن على سبعين متهما في قضاء الكحلاء يعني ما المتوقع ما هي التدعيات المحتملة والتبعات التي ستترتب على هذا القاء القبض على سبعين متهما يعني أكيد القانون يأخذ مجرى في هذه الحالات وحسب القضايا وحسب قانون العقوبات العراقي وكذلك بالمقابل خصوصا في جرائم القتل العبد والاختيالات التي جرت تجاه الشخصيات الاجتماعية والمهنية المهمة في محافظة بيسان وهذا بالتالي القانون يأخذ مساره وكذلك الدعم السياسي الذي تلقته حملة السيد الكاظمي من قبل قيادات سياسية واجتماعية ودينية مهمة فيها العراق أتوقع وخصوصا لها ثقلها الاجتماعي في محافظة ميسان تحفيز العشار العراقية ودورها الكبير الداعم للدولة والاستقرار الأمن والاستقرار في المحافظات وكذلك بالمقابل المسار الاستراتيجي والأساسي وهو حماية المدن الحضارية وكذلك الأقضية والنواحي في محافظة ميسان الحدود الدولية والحدود الإقليمية مع المحافظات هذا مهمة كذلك تلقى على عتقة على القوات الأمنية والاستخبارية والعسكرية وهذا بالتالي ما تسعى إليه الآن جل القوات وكذلك بالمقابل يراقبها القادة العام للقوات المسلحة بالساعات ليرى التقارير الأمنية الذي تصله بين الحين والآخر عن إلقاء القبض وعن التقدم في حملة الخاصة بفرض القانون وإنفاذه في محافظة ميسان